استعدادات أمنية مكتفة في ذكرى تحرير زيناء وإطلاق نيران تحذيرية وانتشار موسع للقوات شكري يواصل لقاءاته في نيويورك لبحث قضايا المنطقة وملف عضوية مصر لمجلس الأمن مقاتلات التحالف العربي تقصف معسكر السواد جنوبي صنعاء والحوثيون يرفضون دعوة صالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن موسيقى ثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة العاشرة في جرينيتش موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل نحييكم في مساهلها والبداية مع زميلة إيمان منصوري شكرا جزيلا لك أشرف ونستهل لمشاهدين هذه الفانورامة الإخبارية باحتفالات مصر بأعياد تحرير زيناء بعد الفاصل موسيقى 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 قبيل ساعات قليلة من حلول الذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير سيناء قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بوضع إكليل الظهور على قبر الجند المجهول تقديرا لدماء جنود زاكية التي سالت فداء لهذا الوطن أنا أسعد واحد النهاردة أن أنا معي الرموز العظيمة دي النهاردة اللي شرفتنا وحضرت معانا هذه الاحتفالية البسيطة وإحنا كلنا أمل وكلنا تفاول إن شاء الله بأن القادم حيبقى أحسن ده بيؤكد على أن المصري قادر على أنه هو في حالة الخارج أنه هو يحرر بلده في حالة السلم وأكد الدكتور مفيد شهاب عضو رجنة التحكيم في قضية طابة أن هذا الاحتفال له فرحة خاصة في قلوب كل المصريين وخاصة أهالي سيناء تهنئة من القلب ودعوات بأن تبقى سيناء كلها أرض الرخاء أرض السلام أجر العزة أرض استرداد الكرامة والشرف ليس لمصر وحدها إنما للأمة العربية وخلال الاحتفالات بأعياد سيناء توجه محافظ جنوب سيناء إلى قرية الجبيل لتسليم ثلاثين منزلا بدويا نهاردة معاهم حالا فتتح 30 بيت بدوي وحالا فتتح نادي لمعلمين ونهاردة إذا شايف كل جماهير مدينة التور سعداء جدا يوجدوا معنا وذكر أبنائنا وأهلينا وأوطننا بالرموز دي وبنذكرهم أن العمل اللي تم في 73 عمل كبير جدا 25 إبريل عمل كبير جدا تم أخذ حقنا بالكوة والسلام والقضاء وفي جميع المجالات دولة كلها اشترك لتحقيق هذا الهدف إن الاحتفال بعيد تحرير سيناء هو بمثابة انتصار للأمة العربية كلها وليس لمصر فقط كما يعد أكبر انتصارات الجيش المصري حيث أكدت القوات المسلحة أنها درع مصر الحامي ولن تستطيع أي قوة داخلية أو خارجية المساسة بأمن مصر القومي أيضا وفي إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء شددت قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء من حالة الاستنفار الأمني وتقوم قوات الأمن بإطلاق الطلقات التحذيرية والكاشفة بكثافة من مختلف الأكمنة والارتكازات الأمنية بمدينة العريش ومختلف مدن المحافظة إلى جانب إغلاق مداخل ومخارج المحافظة وذلك تحسبا لأي عمليات إرهابية وتقوم حاليا الدوريات المتحركة بمراقبة الأوضاع الأمنية وتطبيق قرار حظر التجوال اعتبارا من الساعة السابعة من مساء أمس الجمعة إلى جانب تكثيف المرور داخل المدن وفي أطرافها ورصد أي تحركات وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا من شمال سيناء مراسل النيل ماهر إسماعيل ماهر الوضع لديك مع حالة الاستنفار الأمني التي تتزامن مع ذكرى تحرير سيناء الوضع الآن هناك تكثيف من أجهزة الأمن في شمال سيناء من إجراءاتها اليوم بإغلال جميع الطرق المؤدية إلى المنشآت الأمنية والهمة من خلال وضع الكتل الخراثانية والرمال لمنع مرور الثان منها خشف حوادث اليوم في ذكرى تحرير سيناء كما كثفت أجهزة الأمن من التواجد الأمن والدورات المتحركة بأفر بضل لمتابعة الحال الأمنية وتكثيف إجراءات التفتيش والتصطيخ فيهوية جميع الخادمين والمغازرين من وإلى شمال سيناء لضبط المقصودين منهم شنت أجهزة الأمن أجهزة حمنات أمنية ليلة أمس استهزفت عناصر مقصودة أمنيا وتمكنت من ضبط ثلاث عناصر قالت إنهم من جماعة الأخوان منهم طالب بقر العبد مستهم بإثلاف مكنة بيسين وحرق نوحة كهرباء تبعى لمركز شباب وكما ألقت حض على أثنين آخرين أحدهم فني بأحدى الشركات العاملة بالعريش والآخر بدون عمل شواف الصناء لانتمائهم اللي جمعت الأخوان ومزولت جميع عن شطتها الأجهزة الأمن فحصت الكمائن والحاول الأمنية المتواجدة في وسط سيناء خاصة على الطرق المؤدية من الشمال إلى جنوب سيناء والعكس دمت فحصت تسعة تمامين حالة استداءة المستخدمة السهلات العبدلة لتلك الطرق لمنع تسلل عناصر مطلوبة من الشمال إلى الجنوب أو من الشمال إلى المحافظات الأخرى وضبطت 51 مطلوبة على خلفيات مختلفة تقوم بالتحرك معهم بإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم إليها نعم ماهر هل أثرت هذه الأجواء على شكل الاحتفال أهالي سيناء نفسهم في هذا اليوم هل من أي شكل من أشكال الأجواء الاحتفالية أم أن الوضع الأمني والتأهب والاستنفار كان هو الطاغي على المستوى الرسمي فقد قرر سابقا اللواء الثاني افتاحها محافظة شمال تناء وكافة مظاهر الاحتفال بالأيد القومي نظر من الظروف التي تمر بها المحافظة ولكن على المستوى الشعبي هناك بعض الفعاليات التي ينظمها شباب محافظة شمال تناء سواء داخل المدينة الخارج ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذها وربما سيتم تنفيذها خلال استعادة القادرة القادمة ولكن الذي أود أن نشير لي أن هناك مدريس شباب الرياضة تشارك اليوم في المهرجان الخاص بأعياد سيناء والمحام في استاد القاهرة بواسد شباب كبير يشارك في الفلكلور وفي المظاهر والعادات والتقليد والمظاهر الحياتية في شمال سيناء بتواجد هذا مدير عمشة بوريادة على رأس هذا الوافد الذي يضم كمعلمت نحو 300 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء أشكرك ماهر إسماعيل مراسل أني في شمال سيناء أكد وزير البيئة دكتور خالد فهمي أن معدات القوات المسلحة قامت خلال ليلة أمس بعملية تطهير كامل لموقع غرق الصندل النهري المحمل بالفوسفات بقنة حيث تم شفط 90% من حمولة الفوسفات الغارقة وتم تحملها على صنادل أخرى وأضف فهمي أنه جار الآن انتشال الصندل الغارق بمخدات هوائية كما تم استجلاب وينش ضخم من محافظة القاهرة لسحب الصندل إلى مكان آمن يتي هذا فيما أثبتت نتائج تحليل 490 عينة لمياه النيل تم سحبها بموقع غرق ناقلة نيلية أن المياه سليمة ومطابقة للمواصفات وصالحة لكافة الاستخدامات بينما تعمل جميع محطات المياه الموجودة بالمنطقة بشكل طبي أفاد مراسل النيل بمحافظة الشرقية بوفاة أولى حالات التسمم بمستشفى الإبراهيمية في المحافظة وهو مواطن يدعى أحمد كمال ويبلغ من العمر 54 عاما من جهتها أعلنت وزارة الصحة بشرقية أنه جاري فحص سبب الوفاة لمعرفة ما إذا كانت ناتجة عن التسمم أو أنه كان يعاني من أمراض أخرى أدت لوفاته كان وزير الصحة دكتور عادل العدوي قد أشار إلى أن نتائج تحاليل العينات الخاصة بالمصابين بأعراض التسمم سوف تستغرق ما لا يقل عن ثلاثة أيام ماضحا أنه من السابق لأوانه الجزم بسبب هذه الإصابات مازلنا مع الشأن المحلية حيث نشأ بحريق صباح اليوم في مصنع لإنتاج الخل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا ودفعت قوات الحماية المدنية بعشرين سيارات مطافئ في محاولة للسيطرة على الحريق في وقت سمع فيه دوي انفجارات بداخل المصنع نتيجة انفجار خزنات الخل لمزيد من التفاصيل كان يجب أن ينضم إلينا مرسل النيل من هناك لكن يبدو أننا فقدنا الاتصال به نعود إلى أخبارنا حيث أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب نجاح زيارته إلى إندونيسيا ومشاركته نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفرو أسيوية وأن هذه الزيارة والمشاركة المصرية في القمة أعطت رسالة للعالم بأن مصر قد عادت بقوة إلى دورها الطبيعي والمحوري في العالم وقال محلب في تصريحات للصحفيين المرافقين له إنه سيرفع تقريرا لرئيس عبد الفتاح السيسي حول نتائج زيارته مشيرا إلى أنه كان هناك ترحيب وتقدير للكلمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة وما تضمنته من رسائل سياسية واقتصادية وأمنية احتفالا بالذكرى الستين لمؤتمر باندونغ والذي هدف إلى دمج شعوب القارتين الإفريقية والإساوية زعماء وقادة الدول المشاركة ينظمون مسيرة تاريخية لإحياء هذه الذكرى الهامة في تاريخ شعوب القارتين المسيرة جاءت بمشاركة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوفد المصري مسيرة بدأت بعرض عسكري لاستعراض أعلام الدول المشاركة ثم عروض فنية وموسيقية احتفالا بالمشاركين وفي كلمته أمام المشاركين بالاحتفال أكد محلب وللمرة الثالثة دعم مصر الدائم للقضية الفلسطينية كما طالب من الحضور ضرورة العمل سويا من أجل تحقيق أهداف المؤتمر لن ننسى فلسطين ولن تهدأ أرواح لن ننسى فلسطين ولن تهدأ أرواح جواربا وأجابه المؤتسسين من واحد الدول قبل أن نرى بإذن الله للدولة الفلسطينية التي تجمع شارف فلسطين أعاد على مدار تقريبا سبعين عام من الحجمات من الدولة الجانبية السيدات والسادة الطريق الحرم أربط آهم الهداء وعلينا أن نستمر علينا أن نستمر في التعامل علينا أن نستمر في التبادل الخبرات علينا أن نجتمع دائما على مبادئ روح من دول وبعد ختام فعاليات الاحتفال توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له بمشاركة عدد من الوفود لأداء صلاة الجمعة بأحد أكبر المساجد في مدينة باندنب اشهد أبنا يا أهل الله هنا في هذا المكان وفي خمسينيات القرن الماضي تجمع الزعماء دمان عبد الناصر وأحمد سوكرنو ونلسون مندلة وغيرهم ليكون أول تجمع أفرو أسيوي هدف إلى ربط شعوب عانت من قضايا مماثلة من مدينة باندنب الاندونيسية مصطفى عبد الفتاح التلفزيون المصري أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ترى ضرورة إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيل من خلال عملية شاملة وشفافة كما أكد شكري أن مصر حرصت على الترشح للمقعد غير دائم في مجلس الأمن من واقع مسؤولياتها تجاه القارة الإفريقية بهدف تبني قضاياها داخل المجلس جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها شكري في إطار زيارته الحالية إلى نيويورك ومن بينها لقاؤه مع سام كوتيسة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية أغندا ومع صفراء المجموعة العربية في نيويورك والمندوبين الدائمين لدول الاتحاد الإفريقي جدد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر الدائم والمستمر على التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب حول مختلف القضايا وفي كافة المحافل الدولية والإقليمية جاء ذلك خلال لقاء شكري وصفراء العرب كممثلين للمجموعة العربية في نيويورك على هامش زيارته لنيويورك للترويج بملف ترشح مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين 2016-2017 والمشاركة في مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي الهدف الأساسي من التحرك هو الترويج لملف مصر للترشح للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن للعامين 2016-2017 أيضا حضور مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي اليوم الاثنين القادم إن شاء الله حسوها رأس الوزير وفد مصر في هذا المؤتمر الهام ثالثا إجراء لقاءات ثنائية وثلاثية مع رؤساء الوفود من وزراء خارجية جانب ووزراء خارجية عرب يكون في مقدمتها لقاءة ثنائية مع وزير خارجية الأمريكي جون كيري يعقوبه لقاءة ثلاثة يجمع الوزير شوكري مع الوزير كيري مع الوزير الأردني ناصر جودة وزير الخارجية التقى أيضا المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الإفريقية لدى الأمم المتحدة ونوها خلال اللقاء أن حرص مصر على الترشح للمقعد غير الدائم في مجلس الأمن يأتي من واقع مسؤوليتها تجاه القارة الإفريقية ويهدف إلى تبني قضايا القارة داخل المجلس نؤكد على دعم مصر للحصول على المقعد غير الدائم في مجلس الأمن لما لمصر من مكانة كبيرة في القارة وما قدمته من تضحيات كبيرة لخدمة قضايا القارة خاصة قضية القضاء على الاستعمار وما بذلته من جهد لتحرير الدول الإفريقية ونحن نثق في قدرة مصر وجهودها الدبلوماسي المحنكة ودفاعها عن قضايا القارة هذا وقد أجمع الجانبان العربي والإفريقية على تطلع ودعم دولهم الكامل لمصر للحصول على المقعد غير الدائم لمجلس الأمن مشيرين إلى دور مصر المحورية في معالجة مختلف القضايا التي تهدد المصالح العربية والإفريقية أمل صبري النيل أشهد سكرتيرو عام الأمم المتحدة بنجيمون خلال اجتماعه مع وزير الخارجية سامح شكري والذي يزور نيويورك حاليا بدور مصر الهام في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وكذلك عمليات إعادة إعمار غزة على الرغم من التباطئ في تحويل المساعدات من جانب الدول المانحة كان شكري التقى مع المندبين الدائمين لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي والمندبين الدائمين لمجموعة دول شرق أوروبا في الأمم المتحدة وذلك للترويج لملف الترشح المصري للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للعامين 2016-2017 قصفت طائرات دول التحالف العربي معسكر السواد التابع لقوات الحرس الجمهوري اليمني فجر اليوم وذلك للمرة الأولى منذ إنهاء عملية عاصفة الحزمة قبل أربعة أيام وإطلاق عملية إعادة الأمل من أحيث أخرى نفى الحوثيون ما تدولته وسائل الإعلام حول إطلاق صراح اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني والعميد فيصل رجب الذين أسرهم الحوثيون منذ فترة عاصفة الحزم انتهت لتنطلق بعدها مبادرة جديدة أطلق عليها إعادة الأمل الأمل في إنهاء الأزمة التي تعتصر اليمن ومواطنيه عبر الحوار عبر التفاوض غير أن الطريقة إلى مائدة التفاوض يبدو مليئا بالعقبات والخلافات الرئيس هادي وحكومته يقولان إنه لا حديث ولا تفاوض قبل أن يخرج الحوثيون من المدن التي احتلوها خاصة عدن وإلقاء السلاح الحوثيون بدورهم يقولون لا تفاوض قبل وقف الغارات الجوية تماما وحتى هذه اللحظة لم تبدأ المفاوضات بحسب وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الذي أكد أن حكومته لم تقري أي تواصل مع الحوثيين لا يوجد أي تواصل في الوقت الحاضر ما يقوم به المليشيات الحوثية ومليشيات علي عبدالله صالح هو قريمة في حق الشعب اليمني كله لا يوجد هناك أي تواصل حتى يلقوا بالسلاح ويستسلموا ثمت مقترح عماني لتسوية الأزمة اليمنية يخضي بأن يسمح لهادي وحكومته بمباشرة مهامهم وفي المقابل وبحسب المقترح العماني تعمل كافة الأطراف على الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قريبة وبالتوازي تنطلق مساعا لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية بمساعدات واستثمارات دولية بس يجب الآن أن تبنى على أسس حديثة يضع اليمن ويفتح الباب أمامه مع أخوانه مع أشقائه اللي يتطلعون معاه إلى النجاح فهذه مسؤولية جميع دول الخليج نقف مع بعض في السراء ونقف مع بعض في الضراء ونحن الآن مستعدون الحمد لله غير أن الحوثيين الذين ما تزال فصائلهم تقتل في عدن يرون على ما يبدو أن الهجوم والإصرار على القتال وهو ما يفعلونه في عدن قد يمنحهم الفرصة لفرض شروط أفضل من المطروحة كما أنهم لم يعلنوا تغيير موقفهم رغم أنهم وصفوا جهود الأمم المتحدة لدفع عجلة محادثات السلام بالإيجابية كما أنهم أطلقوا صراحة وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي في خطوة تبدو تصالحية ما يثير الخوف الآن هو ما يحدث عادة أو غالبا بعد العمليات العسكرية وتداعي الأطراف إلى مساعي السلام فالسرعة في اتخاذ قرار الحرب والتوافق عليه يقابلها دوما طباطه في الاتفاق على موعد للجلوس إلى مائدة تفاوض رفضت جماعة أنصار الله الحوثيين مبادرة رئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر بقابول قراره مجلس الأمن والعودة للحوار السياسي لإنهاء الصراعي في البلاد جاء ذلك غدت دعوة صالح لعودة الحوار بين اليمن والسعودية بوسطة الأمم المتحدة كان صالح وجه نداء إلى كل الأطراف المتصارعة في جميع المحافظات أن يوقفوا الاقتتال ويعودوا إلى الحوار في المحافظات مشيرا إلى أنه على استعداد للتصالح مع كل الأطراف التي عرضته منذ عام 2011 كما دعا كل المتشددين وتنظيم القاعدة وأنصار الرئيس عبدالرب منصور هادي المسلحين إلى الانسحاب من عدن وتسليم السلطة للجيش والسلطات المحلية المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فيصل المجيدي المحلل السياسي اليمني سيد فيصل ماذا يعني رفض الحوثيين لطرح الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هل هناك من شقاق سيحدث خلال الأيام القادمة بين الجيش التابع له والحوثيين مساء الخير أعتقد أن أفكورة بدأت تتضح بشكل كبير وبالمناسبة محمد البخيتي المعطق الرسمي بإسم الحوثيين بالأمس نفع إطلاق الحركة لمحمود الصبيحي وزير الدفاع وأكتد أنه لم يتم هذا الإفراء عنه وأيضا هو صرح بشكل مباشر بأن قرارات مجلس الأمن لا تعنيهم مطلقا وأنهم لن يتعاملوا مع ما لم يتم إيقاط ما سماه بالعدوان وبالتالي هم حقيقة ينضون وفق وجهتين اثنين الوجهة الإعلامية ومن خلال وسائل إعلامهم وأيضا وسائل الإعلام التي سيطروا عليها من وسائل الدولة الرسمية في إعلان الجهاد عبر في المناطق الخاضعة لهم وبالتالي يستخدمون الشباب كوقود للحرد طيب طيب سيد فيصل يعني من وجهة نظرك وعفا المقاطعة ما الذي ستقول إليه الأمور إذا استمرت عليه الأوضاع على ما هي عليه ضربات جوية وفوضى على الأرض ببساطة تامة دعوة علي عبدالله صالح للحوار قد تحدث بعض الانشفاقات إلا أن اليمنيين والإقليم قد خبروا هذا الرجل باعتباره كما طرح في إحدى المرات أنه يرقص على السعابين وهو الثعبان الأكبر أعتقد أن صالح ربما فقط استفادوا من كلامه بالأمس أنه أوضح حلفائي الحقيقيين عندما دعا ميليشيا الحوثي والقاعدة بين قوسين إلى إيقاف الحرب بمعنى ذلك أن هؤلاء هم حلفائه ومن ثم أعتقد أنه من خلال ما يجري على الأرض غزوهم لتعز وعدن وأيضا الآن باتوا كما صرحوا على بعد ستة كيلومترات من محافظة مأرب أو مدينة مأرب النقصية هم لا يعنيهم مطلقا ما يجري في مجلس الأمن ولن يعترفوا بالقرارات الدولية وبالتالي أعتقد أنه حتى يوم الاثنين القادم موعد عقاد مجلس الأمن لن يحدث شيئا على الأرض إلا مزيدا من التوسع وصفت الدماء وبالتالي ستتحول المواجهة من المواجهة التحالف العربي فقط إلى مواجهة المجتمع الدولي بكامله لأنهم لم يقوموا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن نحن لا يمكننا أن نتحدث عن أي حوار مع جماعة مسلحة إلا بقل الترتيب الذي رسمته أربع أو خمسة قرارات من مجلس الأمن تضرت وأربع بيانات آخر قرار ألزمهم بالتالي تسليم السلاح والانسحاب من المدن ومن ثم الجلوس إلى دائرة المفاوضات الآن ما يحصل أنهم يتوسعون في المدن وبالتالي أعتقد أنه لا يمكن إجراء أي حوار معهم إلا بعد تطبيق لقرارات مجلس الأمن وهذا ما سيكون معهم مواجهة المجتمع الدولي بكامله وضحت الصورة السيد فيصل المجيدي المحلل السياسي اليمني شكرا جزيلا لك إلى الشأن السوري حيث دعا ستيفان ديمستورا مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا لعقد محادثات سلام جديدة بين أطراف النزاع في مايو القادم وذلك لوضع تقييم نهائي لإنهاء الحرب دائرة منذ أربع سنوات أعلن ذلك في وقت أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود ستين جثة على الأقل لعناصر من قوات النظام في شوارع مدينة جسر الشغور التي سيطرت عليها جبهة النصرة اليوم بشكل شبه كامل بمرور الوقت تتضاءل الآمال في نجاح الوساطة الأممية لحل الأزمة السورية وتضييق الهوى بين الأطراف المعنية في هذا الصراع الذي مزق هذا البلد على مدار أربع سنوات مضت المبعوث الأممي لدى سوريا لم يبدي تفاؤله خلال مشاورات مغلقة مع مجلس الأمن الدولي إزاء فرص نجاح العملية السياسية مشيرا إلى أن عملية الانتقال السياسي ليست أفضل مما كانت عليه قبل ستة أشهر اجتماع مايو المقبل سيضم تشاورات منفصلة مع مندبينا عن النظام والمعارضة وممثلين عن المجتمع المدني وأطراف إقليمية معنية من بينها إيران بوصفها لعبا مهما في المنطقة وذلك بهدف اختبار مدى رغبة أطراف النزاع في الانتقال من مرحلة التشاورات إلى مفاوضات جدية يكون مرتكزها بيان جينيف وذلك بنهاية شهر يونيو القادم الأمم المتحدة استنكرت الوضع الإنساني في سوريا والانتهاكات المستمرة من قبل الحكومة السورية والمجموعات المسلحة وعمليات القتل والتعذيب للمدنيين إن عملية تصييد العنف خلال الأسبوع الأخيرة بلغ في عدد من المناطق زروتة حيث أن ما يزيد عن مئة ألف شخص شردوا بسبب القتال في إدليم وأصيب أكثر من ألف وخمسمائة شخص آخر ملنا المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين بدورها انتقدت عجز مجلس الأمن الدولي بسبب الانقسامات بين أعضائه حول الأزمة في سوريا إن نحو أربعة ملايين لاجئ سوري هم ضحايا صراع لا يشاركون فيه وعلى الرغم من ذلك فهم يشعرون أنهم مرفوضون من العالم باعتبارهم عبءا عليهم ورغم نداءات الإغاثة الدولية والإنسانية إلا أن الوضع لا يزال يتفاقم على الأرض حيث سيطرت فصائل من المعارضة السورية على مدينة جسر الشغور لإستراتيجية آخر معاقل قوات النظام في محافظة إدلب والتي تفتح الطريق على محافظة اللاذقية ذات الثقل العلوية الله أكبر قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول خليفة حفتر إن الجيش سيتحرك في الوقت المناسب تجاه مدينة ترابلوس خاصة مع زيادة الضغط على المنطقة الغربية هذا وانتقد لواء حفتر موقف مجلس الأمن الرافض لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي معربا عن رفضه لسعي أوروبا لاستصدار قرار لما وصفه بضرب المهاجرين غير الشرعيين بالبحر معتبرا أن حل المشكلة يكون بتسليح الجيش الليبي بوصفه الجهة الشرعية التي يجب أن تسيطر أعلى البلاد ورحب حفتر بفكرة تشكيل قوة عربية مشتركة لافتا إلى أنه لا يعارض إطلاق عملية مشابهة لعاصفة الحزم في ليبيا ميدانيا قتل شخص وأصيب ثلاثة أخرون جرأ سخوتي قديفة عشوائية على مدرسة يوجد بها نازحون في حي النقي بالقرب من شارع دبي وسط مدينة بنغازي كما أصيب المتحدث باسم عملية الكرامة بطلقات أحد القناصة خلال الاشتباكات مع قوات أنصار الشريعة بمنطقة الليثي في عضون ذلك تمكنت قوات الكتيبة 166 التابعة لقوات فجر ليبيا من السيطرة على الطريق الساحلي وجامعة سيرت بعد تقهقر القوات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي من هذه المواقع متواصلون معكم في هذه البانوراما الإخبارية وفيها بعد أنباء الاقتصاد كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن المباحثات النووية مع دول خمسة دائد واحد تتقدم بشكل جيد ولكن بواتيرة بطيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استعدادات أمنية مكثفة في ذكرى تحرير سيناء وإطلاق نيران تحذيرية وانتشار موسع للقوات شكري وصلوا لقاءاته في نيورك لبحث قضايا المنطقة وملف عضوية مصر لمجلس الأمن مقاتلات التحالف العربي تقصف معسكر السواد جنوبية صنعة والحوتيون يرفضون دعوة صالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن الآن مشاهدين إلى أهم الأخبار الاقتصادية في نشرتنا لهذه الساعة نتحول بالمتابعة الاقتصادية إلى مجدد القاضي تفضل الزملاء أشرف وإيمان شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدين في وقفتنا الاقتصادية وفيها الحكومة تدعو لتغيير نظر المجتمعية للحرفيين وتؤكد ضرورة تغيير نظر الشباب للعمل الخاص مجاهدين أهلا بكم مجددا أكد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور في كلمتها التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء إبراهيم محلب في افتتاح فعاليات معرض اشتغل أكسبو على أهمية تغيير الثقافة المجتمعية ونظر غير الصحيحة للحرفيين والمهنيين وشدد الوزير على ضرورة تطوير مناهج التعليم الفني والمهني وإجراء تعديلات الملائمة في القوانين المنظمة للعمل وتعليم ليصبح أكثر توازنا من جانبها أكد وزير الشباب ورياضة خالد عبد العزيز أن جميع المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتشغيل الشباب وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص باءت بالفشل مشيرا إلى وجود مشكلة في الخطاب الحكومي الموجه للشباب وأضاف الوزير أن كافة آليات السوق الحالية لا تخدم القطاع الخاص لكنها في صالح الحكومة والقطاع غير رسمي وهو ما يفسر أسرار الشباب على البحث عن وظائف بالقطاع الحكومي حققت تبدل التجاري بين مصر وإندونيسيا مؤخرا زيادة بلغت 21% عن العام السابق بما قيمته 258 مليون دولار وأكد الوزير مفاوض التجاري المصري بالسفارة المصرية بجاكارتا أمين صبري أن الزيارة الحالية للمهندس إبراهيم أحلب لأندونيسيا ستحاقق نتائج مهمة في الفترة المقبلة بعد لقاءاته على همش القمة الأفريقية الأسيوية وفي مقدمتها الصناعات الاستراتيجية والصغيرة والمتوسطة والطاقة على وعلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بالبلدين مع حلول الزكرى الثالثة وثلاثين لتحريرها تتواصل في سيناء جهود تحقيق التنمية الاقتصادية بالموازات مع الحرب التي تخضها مصر للقضاء على الإرهاب في تلك البقعة الغالية على قلب كل مصري ومنذ استعادة الطابة نفذت الدولة العديد من المشروعات التنموية بسيناء من طرق واتصالات وأنشأت الفنادق بمستوياتها المتعددة إلى أن الأمر يتطلب بزل المزيد من الجهد لتحويل سيناء لمنطقة كاذبة للسكان بالموازات مع الحرب التي تخضها مصر للقضاء على الإرهاب في سيناء هناك حرب أخرى ينبغي أن تستمر لتحقيق التنمية في تلك البقعة الغالية على قلب كل مصرية سيناء أو أرض الفيروز تمثل نحو 6% من الأراضي المصرية وتنقسم إداريا إلى محافظتين وفيها العديد من المقاومات الاقتصادية السياحية والتعدينية وأيضا الزراعية والتي تؤهلها لأن تتحول إلى نقطة جاذبة للسكان تعد شبه جزيرة سيناء المورد الأول للثروة المعدنية في مصر حيث يوجد في أطرافها الغربية البترول وفي شرقها النحاس والفلسفات والحديد والفحم كما تتميز بوجود أجود أنواع الفيروز في العالم وتمثل نحو 30% من الشواطئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر وعلى المجرى الملاحي لقناة السويس الجهود المبذولة لتنمية سيناء لا يمكن إنكارها فمنذ أن استعدت مصر شرمي الشيخ وبعدها طابة إنهالت الاستثمارات لإقامة المنتجعات والقرى السياحية وتم الاهتمام بالبنية الأساسية فيها من طرق واتصالات وأنشئة الفنادق بمستوياتها المتعددة فالدولة المصرية أكدت أنها تضع تنمية سيناء نصب أعينها من خلال خطة شاملة تستجيب لاحتياجات مواطنيها حيث تصب العديد من المشروعات القومية لصالح جهود التنمية في سيناء سواء من خلال التنمية العمرانية عبر إقامة مدينتي رفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة والتي ستقام شرق القناة أو من خلال مشروع قناة السويس الجديدة وما يرتبط بها من مشروعات لتنمية المنطقة المحيطة وتحل الذكرة الثالثة والثلاثون لتحرير سيناء حاملة رسالة إلى الجميع بأن الشعب الذي حرر الأرض بدمه قادر على أن يحميها ويطهرها من الإرهاب بل وتحقيق التنمية فيها بعرق أعلن وزير التموين وتجارة داخلية خالد حنفي أن تقدم عدد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب لإقامة مناطق تجارية متكاملة ومتعددة الأنشطة وأسواق حديثة متطورة باستثمارات 800 مليون جنيه بمحافظة الغربية وأوضح الوزير أن الأرض التي ستقام عليها تلك المنطقة تبلو مساحتها حوالي 344 ألف متر مربع وسوف تخدم حوالي 20 مليون مواطن في أربع محافظات وهي المنوفية كفر الشيخ والبحيرة بالإضافة إلى الغربية وتوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة يوقد بمقار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة سلساء المقبلة لإجتماع اللجنة الاستشارية لأليات تنمية الاستثمار والتجارة في الدول العربية للمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتضمن قدوى الأعمال اللجنة التي توقض على مدى يومين ثلاث دراسات الأولى تتناول بيئة الأعمال للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في حين تتناول الدراسة الثانية حقوق الامتياز التجاري الفرانشايز وتتناول الدراسة الثالثة تزيز شركة عربية مشتركة لإنتاج مانع الانفجار والتبخير بالبترول ومشتقته نهاية أقفتنا الاقتصادية وعودة لقراءة الأخبار السياسية مع الزملاء أشرف وإيمان شكرا لكم شكرا لك قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقجي إن المحادثات النووية بين بلاده والقوى العالمية الست تحدث تقدما جيدا وإن كان بطيئا مشيرا إلى بدء العمل في سياغة مسودة الاتفاق النهائي يأتي هذا فيما تتوصل المباحثات في العاصمة النمساوية فيينا بين المفاوضين الإيرانيين من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى على أن ينضم إليهم باقي مبعوث مجموعة خمسة زائد واحد لاحقا وتهدف المفاوضات إلى استكمال الاتفاق الإطاري للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليه وتبقى نقطة الخلاف الرئيسية على كيفية تخفيف العقوبات فبينما تريد واشنطن رفعها تدريجيا تصير طهران على رفعها فور توقيع الاتفاق المزمع في 30 يونيو القادم أعلنت السلطات النبالية عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة المئات وفقا للتقديرات الأولية جراء الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت البلاد اليوم وتسببت تنهيار عدد من المنشآت من بينها بورج درادهار التاريخي في كاتماندو وقد دفعت الحكومة بعدد من المروحيات لتفقد البلاد وتحديد المناطق الأكثر تضرورا والتي في حاجات ماسى للمساعدة وقد حضرت وسائل الإعلام المحلية المواطنين من العقوبة إلى مساكنهم وطالبتهم بالبقاء في مناطق مفتوحة مع استمرار التوابع الزلزالية كان زلزال عنيف بقوة 7.9 من 10 رختر قد ضرب نيبال على بعد 80 كم شرقي مدينة بخار نشرتنا متواصلة معكم وفيها أيضا مصر تنجح في استعادات أكثر من 100 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية شكرا محمد وبالعودة إلى أخبارنا وفي إطار الجهود المبذولة من الوزارات والأجهزة المصرية لاستعادة الأطار المصرية من مختلف دول العالم نجحت مصر في استعادة أكثر من 100 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وعقد وزير الأثار ممدوح الضماط مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استعادة 123 قطعة مؤكدا استمرار المساعي لعودة باقي القطع الأثرية لدول العالم وختاما لنشرتنا إليكم تذكيرا بأهم العنوين اليوم الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وقوات الأمن تعلن حالة لاستنفار الأمن في شبال سيناء بهذه المنسبة شكري يواصل لقاءاته في نيورك لبحث قضايا المنطقة وملف عضوية مصر لمجلس الأمن ومقاتلات التحالف العربي تقصف معسكر السوات جنوبية صنعاء والحوثيون يرفضون دعوة صالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن وبعنوين الأخبار نصل إلى قتام هذه الفانورامة الإخدارية إلى اللقاء شكرا